ميدانيا أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية على هدم منزل وكيل وزارة الداخلية لقطع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر في حي الجراف في العاصمة صنعاء وقد استنكرت وزارة الداخلية في هذا الفعل المشين وقالت إن أقدام ميليشيات الحوثي على استهداف رموز الشرعية وصط على ممتلكاتهم يعد انتهاكا واضحا للقوانين والأعراف ويظهر استهتارها بحياة البشر ومتلكاتهم ضمن منهجها ومسيرتها التدميرية واضافت الوزراء أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيحاسب من يقف وراءها